نحو عام كامل مضى وتحديداً في التاسع من تشرين الأول عام 2020 منذ أن أعلنت السلطات في بغداد وأربيل توقيع ما قيل بأنه اتفاقية لتطبيع الأوضاع في سنجار ويعادة الاستقرار إلى القضاء إلا أن أي من بنود الاتفاق لم تتحقق لتبقى قراراته مجرد حبر على ورق وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية فما زال آلها مبعدون والميليشيات المحلية والوافدة من خارج الحدود هي صاحبة القرار بحسب قائم مقام سنجار محمى خليل ورغم التصريحات الرنانة من قبل الأطراف المعنية بتوقيع الاتفاق بشأن فرضها سلطة القانون على مناطق بعينها ومنها المدن المنكوبة حتى لو استلزم الأمر إفراغها من سكانها كما هو الحال في جرف الصخر ومحاولة تكرار ذات السيناريو في الطارمية إلا أن هذه الأطراف وبعد أن عجزت عن مواجهة الميليشيات أعننت لجوءها إلى أمريكا لغرض التدخل وحل الأزمة واشنطن على لسان قنصرها في أربيل روبرت بالادينو اكتفى بترديد ما يقوله ويعرفه الجميع وهو أن حزب العمال الكردستاني وميليشيات الحجد المرتبطة بإيران يعرقلان تنفيذ اتفاق سنجار دون أن يخصح عن أي خطوات ممكن أن تسهم بإنهاء وجود هذه الميليشيات حزب العمال الكردستاني والمصنف على قيمة الإرهاب الأمريكية سلل باتجاه فرض وجوده السياسي إضافة إلى المسلح عبر زج عدد من عناصره ضمن مرشحي الانتخابات في العراق بعد تأسيس كيانات أوجدت الميليشيات اليزيدية غيطاء لها وهو ما أقر به حزب الحرية اليزيدي الذي قال بأنه لمانع قانوني من مشاركة سياسية لحزب العمال تحدد شكل وطبيعة الأوضاع المستقبلية في سنجار فوضى أمنية ومنطقة خارج سلطة الدولة لخصها ما كشف عنه مصدر حكومي حين أكد أن لجنة أمنية نصحت الرئيس الفرنسي ماكرون باستبعاد فكرة زيارة سنجار خلال وجوده في نينا ومؤخراً ليبقى الوضع على ما هو عليه ضمن سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح وبتخادم الأحزاب ترجمة نانسي قنقر